هلو مع حلقة جديدة من فاشن بويس معي أنا هاد يا سنو واليوم حلقتي مميزة كثير خاصة معي الايكن ميك أب أورتس بسام فاتوح لحيخبرنا كيف ابتدى وغير هالشي لحيعطينا التبس عن كيف نضلنا بأحلى طلة خاصة لم نصل على عمر محدد وأكيد ما ننسى نحن نروح بجولة على تاريخ المكياج وأكيد التبس من بسام هلو بسام هاي هاد يا وأنا كثير مبسوطة أنه عن جد جيت على البودكاست فاشن بويس وأنا كمان كثير مبسوط سو خبرني بسام أنه تقريبا بديتك بترجع لفترة تقريبا بلشنا سوا فينا نخبر اللي اللي عم يسمعونه اللي عم يحضرونا أنه تقريبا من 24 سنة صح إذا فيك تخبرنا كيف كانت البدية وكيف قررت أنه تكون فنين لأنه غير أنه مثلا انت يميك أب أورتس بتحس أنه مثل لك بيس أف أورت عم ترسم على ورقة تعرف الواحد هو صغير ما بيكون كتير عارف حاله مية بالمية شو بده بس على طول كنت أنه متاخد بكل شي خاصه بالارتس و بالفنون و بتثبيت الأشياء يعني كنت حب زبت كل شي مثل ما هلأ بزبت الوجوه كنت حب زبت كل شي من حوالي بعدين هيك أخدت القرار أني بعد ما خلصت المدرسة هيك I was impressed أو هيك كنت كمان متاخد بي حدا قريب منها كانت عم تدرس هيك إستيتيك و كوسيمتولوجي قررت كمان أنه هيدا الباث اللي أنا بدي أعمله أو إلحقه و درست الاستيتيك و الكوسيمتولوجي و الميك أب مع أنه هون بقول الميك أب هيك لا يعلم مية بالمية يعني يا عندك هيدا الموهبية لا ما هو بريد خلصتك تتبلو عم يرسوه يعني أكيد فيك تزيدي your skills وتتعلمي وهيك بس واحد ما فيه ينجبر يتعلم هاي المهنة لأنه لازم يكون عن جد بحبه درست ببريز ورجعت ع بيروت و شوي شوي بلشت رجعت هيك بفكر جديد إذا بديك بفجن جديد بروح جديد برؤية جديدة عن كل شي كان عم بيصير بوقتها يعني و كيف بلشت مع المشاهير لأنه عطول لما بوقتها مثلا بتذكر أنه بسان فتوح إيجال السيليبريتيز صحيح وبعد لحد اليوم هلأ غير أنه السيليبريتيز هلأ كمانا الرويالز العرايس يعني العروس بيتتجوز مثل كيف مثلا بتكون حاطة ليستة فستانة عرصة نفس الشي اسمك بيكون موجود هلأ بلشت مع السيليبريتيز to be very honest هايفا شفتها سيقبت بـ TV شو كنت أنا أعمل ميك أب للموزيع و شفتها هونيك هيك انبهرت بجمالها كانت بعدها أنه صبية بس حلوة ما كانت أنه عندها كرير بالفان بس كانت من طول عمرها هيك نجمة يعني بشكلها بحضورها عندها قورة كتير حلو وقتها سألتها أنه فين نعمل فوتو ساشن صوريك وهيك و وفقت قالت لي ايه وهيك انطلقت أنا وياها يعني بعدين شوي شوي أنا كبرت بمجالي وهي كما صارت نجمة كتير كبيرة بس من بعد هايفا ومن بعد هوني بحب بس هيك إذكر شغلي أنه كنت من قوائل الناس اللي يمكن كانوا يعملوا إعلانات يعني كنت أنا روج للفني اللي أنا كنت أدمه كنت أول عن جد ميك أب أورتس بيعمل أوتدور كامبينز هيدولي عن جد كانوا ترنينج كوينتس بحياتي إن كان الميديا المطبوعة بوقتها لما بقى في كتير ميديا مطبوعة أو كل شيء أوتدورز كان عندي يونيبول زي مذكرتيون ببيروت صاروا صاروا مثل علامة لأليه يومي العادي عندك كان عطول الميكس كمانا كيف تسوي حلقة بطريقة وميزة كان عندي ميكتين ماين هيدا جيب تامي وهيدا الشي كمانا لخليك خليت بعدنا تبلش باللاين الميك أب طبعك بس قبل ما نبلش نخبر عن الميك أب طبعك خلينا ننتقل ونشوف كيف بلش تاريخ المكياج يلي بيرجع لستة الف سنة قبل المسيح كمانا سول مكياج بيرجع لحضارات كتير عديمة أكتر من ستة الف سنة لورا وأول ناس كانوا يحطوا المكياج هني كانوا الفراعنة وكانوا يعتبروا لما يحطوا مكياج أنه الأليهات سيتطلعوا فيهم وينتبغونهم أكتر ورجعت هيدا الشي تتميز من حضارة لحضارة من عن الكريك الرومانية وغيرهم ومنلاحظ بالميديل إيجز المكياج بلش يكون موجود بس لي كان بطرق مختلفة وصولا للعالم العربي وكمانا وآسيا كان عطول المكياج ينحط لحتى يفرجوا أنه هني بنتموا لفئة معينة من العالم ومنرجع منلاحظ بغنيسانس بلش يتغير المكياج ويبلش يصير أكتر وأكتر يفرج الجميل للأشخاص للستات والرجال بنفس الوقت بقرن التسع عشر الفيكتوريان إيج هون منلاحظ صاروا يركزوا على جميل البشرة بس أكيد كل فنين بلش يعمل مكياج على طريقته الخاصة وبقرن العشرين منلاحظ أنه في عدد كبير من المكياج أصبح يكون موجود خاصة بالألف وتمية وخمسين المسكرة وكمانا الفونديشين اللي أصبحوا كتير مشهورين وبعدين سنة بعد سنة منلاحظ صار فيه ميكب أورتس موجودين وكمانا هلأ مؤخرا بالعصر إحنا حايشين فيه أصبحوا التوتوريول يلي بيعرف ميكب مايعرف ميكب صار بيعمول توتوريول شو رقيك بسام بهالتغييرات يلي صارت بالعالم كله يتو خاصة لما بتجي للمكياج وخاصة هلأ كل شي بنشوفه على السوشيل ميديا وخاصة هلأ بتيك توك وهيكي هالجينزي والنيو جينيريشن أنو دوي هالأد بيحبوا الميكب هالأد بيستعملوا الميكب هالأد صارت فئة عمرية كتير قليلة يعني من عمر كتير صغير عم بيبلشوا هالصبايا يستعملوا ويحبوا الميكب هيكي الحلوب الجينزي ويعيين كتير يعني كمبيرت للي احنا الجينيريشن تبعيتنا يلما حتى الميلينيور يلي من بعدنا كمانا بتقول انه بلشوا شوية بس هلأ الجنزيه بتنبسط بس في عندك الشق يلي عن جد خاصة بطريقة بطرق بشعة كتير عندهم ترافك بالسوشيال ميديا بس ما عندهم كلاينتس وفي كتير ممكن حضورهم مش كتير قوي بالسوشيال ميديا بس عندهم كلاينتس مش معقول قديش قوي مية بالمية فهون كل انسان شو تارجت تبعه هالتارجت تبعي بس انا اعمل تراند بالسوشيال ميديا او لا ام اريل ارتست انا اي دليفر تو بيبل انا الناس السيدات متل ما قلت اللي برايتز عم بيقصدوني لقلي عم بيحبوا شغلي انا بالنسبة لقلي هيدا هيدا الاهم لانه هيدا الميكوب العالم الميكوب عالم التجميل هو هيدا العالم الفني الكبير بالنسبة لقلي هو فن هو هو كارير كمان فكل شي على الشخص هو شو بده من هيدا الميكوب او من الشي يلي عم بيقدمو خاصة بالسوشيال ميديا مية بالمية تب بسام بالالفين وعشرة تقريبا تلص او ماينس وقتها اطلقت الميكوب لاين مزبوط وعطول بالميكوب لاين لما منتطلع عن بسام عطول في عندك الستارز مسلا انا ما منرجع كنت عم مخبر عن التاريخ المكياج بالالف وتسعمية تقريبا وقتها ماكس فاكتر وميبلين واستيلو دي كانوا قوي للناس اللي يبلشوا يعملوا المكياج وبعدين ببلشوا وبلش غير ماركيتو وهيكي بس انت عندك هيك ستار ايتم عندك للشفيف للعيون وحتى عندك الفونديشن وقتها من زميل اول لاين وقتها نزلته بتذكر كان لكلوم هيدي انه ما بنسيها ابدا وحتى لما كنت مسلا حط منها وادهر يقولي شو حاطة قالوا هيدي بس هم عاطيني اياها هيدا تعرفي فيه اشياء بتجي من من الحاجة يعني اليوم صار فيه تطور كتير لمستحضرات التجميل للفورميلا للتركيبات يعني نحنا بعصر مش معقول يعني انا بقول انه الميكب ارتست هلا the new generation of ميكب ارتست they are very lucky لانه اللي بيستعملوها كتير بتخدمون يعني انا انا مسلا قبل بفور اي لونشت ماي ميكب لين كنت مسلا اذا بدي اعطي غلو للوجه ما كنت فيهايلايتر بهديك الوقت اذا مذكر اي انا قبل الالفين او 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 سوري قبل الالفين وعشرة باوائل الالفينيات ام كنت استعمل اي شادو كنت استعمل اي شادو لوص اي شادو ما بنسي رقمه 24 اه حطو اذا اذا هايلايتر على الوجب بس لانو كان عبيلا اعطي غلو اعطي لمعة كنت obsessed بالجلو ما كنت كل عمري ولي هلأ ما بحب المات ميكوب ما بحب الكيكي ميكوب ما بحب الباودر كتير ابدا وهيدا من اهم الاسباب اذا فينا اسمح اقول لحالي اللي بيخليني هيك متربع على عرش البرايدل انه دايما دايما الحمد لله I do the best brides يعني بحب the sea هيك الافاكتي اللي فيه كتير glassy glowy scale فهلأ شو ما بدك فيه يعني شو ما بدك يو نيمت البرودكت على تطور تطور مستمر اشتغلت مع اللاب اللي بيشتغل معه بإيطاليا اني طور برودكت اللي هو بعده ايقونيك عندي اللي اسمه الباكلايتينج هو it's a liquid highlighter بس لما بتحطيه ما بيدبق يعني it turns into powder بيصير كأنه باودري ما بيصير باودري بس بيصير كأنه باودري لانه ممكنت ان ريسباكت كمان لعاداتنا الاجتماعية يعني نحنا بالأعراس بالمناسبات كتير ناس عنا عاطفة من بوص بعض اللي الصبايا بيبوصوا بعض الستات بيبوصوا بعض فحتى ما يكون هيدا البرودكت عن بيدبق طورته انه once applied بيصير 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 باودري شوي مع احترام هالجلو كأنك حاطة glassy skin فهذا this was really iconic ولهلا it's my star product لا اسمه backlighting ولهلا الناس بتحبه كتير وصار بحطوه كمان على الجسم يعني صار it's an all over glow فهيك ولدت انا الميكا بلاين طبعا كنت تحب من كل براند حب شي حب item معي star product من كل براند اصلا بعد هايدي القصة بعد الحد اليوم ميب الميب التروس طبعا بيكون فيه شوي من كل شي انا كنت ال vision طبعا او dna of the brand انه اجمع اكتر شي بحبه من كل ال brand من كل الفورمولاس وحطهم بمجموعة وحدة بتحمل اسمي فهيك بلشت وهيكي طورت المجموعة الخاصة فيي كابينا لما بتجي دا الميكاوب لما تكون عمرك 15 شي ولما يصير عمرك 20 ما بتفوق كتير بصفي ناضج اكتر وتوصل للاربعين بتحس البجرة طبيعيتك غير شي الميكاوب بس خاصة الفونديشن اكيد هلا بيرجع اكيد شنوع الفونديشن كل هيدول التبس اللي الواحد بحاجة لانه البشرة بطل متل من زمان شو حن التبس لكل حدا هلا عم بيسمعنا عم بيحضرنا حتى نضلنا مخليين كمانا لجلو طبعيتنا اول شي بنا نتفق شو بيه هون الاربعين فورتي بلاس انا عمسميته فابرس فورتي الفورتيز هو احلى عمر عن فكرة بتعرف عن جد غشي فعلا الانسان بيكون عارف شو بده خاصة السيدة يكون عن جد نطجت عارفت شو بده بكل شي بايدة الحياة بس انو معيك حق انو مع الوقت انا بلاقي ادما نخفف ادما احسن ادما نبين اصغر مع انو كمان عن جد في شي بدي اقوله اذا بتتذكرين احنا وصغار كنا نطلع للي عملون فورتي كأنهم كتير كبار او ففتي سو هلا انا عايريلي ريجرات انو كيف كنت شوف اللي عملون بالفورتيز و بالأرلي ففتيز ساعة فكرة بس اعرف يعني اهلينا كنا نشوفهم كتير كبار او هن لا ما كانوا بس كمان الجيل تغير مثلا بيقولولك� 40 the 30 is the new 40 هلاء كمان هلاء بعد شوي بعد the 20 is the new 50 امية بالمية فالجهد الجيل تغير muitas né راكان الفكر تغير departament يعني بتحسي هلاء الجنرييشن اللي هياهي نفسي بالالفورتيز و الببار صحيح عنجاد they enjoy life بحبو Soc بنجد اقب جميلنا اكتر سوى 100% ولا بالعكس انا بلاقيها هذا العمر الحلو اللي الانسان يكون نضيج وعرف بس إذا بدي أحكي تكنيك وقاعدة عامة قد ما لما الإنسان بيتقدم بالعمر أول شيء ترطيب هو إزدكي يعني يلي ما رطبت بحياتها لازم ترطب لما تتقدم شوي بالسن لأنه عن جد لازم يكون عندك بشرة كتير مرطبة كتير نظيفة كتير حلوة تاني شيء the least powder the better قد ما فيك ما كتير تكتري powder إلا إذا عنده حدا عنده تصوير عنده شيء بس أنه يروحوا للمنتجات الأكتر يعني يعني كمان يعني فيهم يستعيدوا عن foundation لاتساي ببيبي كريم أو بسيرم foundation أو بفاونديشن القوام تبعه يكون كتير رقيق وكتير مرطب concealer نفس الشي ما يحطوا كتير concealer تحت العين يخففوا concealer يخففوا foundation وقد ما فيهم يستعملوا إشياء عن جد بتعطيهم globe بتعطيهم ما يكون very flat يعني ما يروحوا للtexture والformulas اللي كتير flat اللي كتير سميكي اللي كتير كيكي هاي دي القاعدة العامة إذا بدي أقول شو ما كان العمر أصلا بتلاحظ أصلا إنه إذا بنتطلع هلأ مثلا على العروض والمؤخرة إنه حتى بالعروض لأنه بالآخر التاني بتنطلع من الدفلية إجمالا وهيكي حتى بتلاحظ إنه في كتير رجوع للإشياء البيسيكس الأساسية وخاصة إن إحنا السيدات والرجال كمانا بنحس إنه عطول عم بيركزوا على الصحة كل شيء glow والإشياء الكلاسيكية إجيت فترة بتحس إنه صار في عندنا sadness باللوك تبعنا في شغلة بس بدينا نوها قبل وكمان من الإشياء اللي أهم نصيحة بعطيها بيس ما يحطوا over lashes يعني لأنه العين قردي مع الوقت ممكن تصغر بتصغر وبتنزل هيكي مع الجذبية بتنزل هالهافي لاشز هالهافي لاشز كمان عم بتنزل العين كتير أوكي اا دوم ما انت عملي آآ لاش اكستنشن بس بليز عمليون خفيف عمليون مفرقين عمليون فلفي بس لما عم بحطوا هالهافي لاشز وهاللاشز لطوال العين كله عم تنزل That's another point أنا كمان مش هكذا عليك حتى أنا اللي بيجو اللي بتكون هي حتى لاشز كتير بتزعجني بتعرفي ليه لأنه بتحكمني بشيب الميكب على شيب اللاش اللي هي حطته كمان باليور ودينج داي بليز ما تحطي لاش اكستنشن حطي تاني يوم إذا كنت حاب تروحي للهانيمون لأنه عن جد عم تجبرني بالميكب تبعي بخطوط الميكب تبعي إذا عجبني ولا لا إن الحق اللاش لاين اللي هي حطته كيف هي حطت اللاشز فهيدا كشي مزبوط كمان كتير بيزاجني هلا إتس نات باد أنا عن جد ما تحب بكون كاتيجوريك بس أهم شي إنه يحطوه كمان بطريقة ناتشير لأنه عن جد كتير بيقدر ما يحل العين بيقدر يتقلها بيقدر يأشطها ويعطي شادو مش بيقدر عم ببشا مش إنه هيدا كتير ديبروماتي أنا محب أنا محب لأنه بطلع أيام هيك بأصحابي إنه حلو بس إنه لو خزموا يتركون أيام يتركون بيطولوا كمانا إنه ونفس الشي أصلا إكستنشن للشاعر كمانا لما بيطولوا بشي بيطلع شي بينزل سو بدون كتير عينيه بدون كتير عينيه بدون كتير إنه أنا بفضل ماسكرة أنا حط كل يوم ماسكرة لا وفيك تحطت إذا عنح الإيبنت تمير فيك تحس فوسيل وبترجع بتشينيه اكزاكت لي ما هذا كل شي بينحطه بين شي هلا اللي بيعملوا لاش اكستنشن رح يزع له منها لا أوكي عن جد عم بيمسير بس ما تعبلوا يتسم كلهم بس حطوهم بطريقة ناتشرة طيب خلينا نفود بيع جواء الكوتور اللي صارت لربيع الصيف 2024 هالربيع الصيف 2024 نلاحظ إن الكاتواكل هوت كوتور ببيريز كانت مميزة كتير من الشعر وصولاً للمكياج وفينا نقول فيه إشياء كانت كتير حلوة وفيه إشياء متل عادة كانت مبالغة وبالآخر ما فيه أحلى من الكوتور لما يكون فيه أشخاص بيحبوا يبالغوا ونبتدي مع ميزون مارتن مانجيلا وين جون كاليانو موجود هون منلاحظ يمكن أكتر شيء الميكوب كانت دراماتيك خاصة متل لوحة فنية من الزيت يعني منحس وجه العارضات كانوا متل آيس ومنرجع كمانا عن جون بول جوتير المصممي اللي عاملي هالمجموعة سيمون غوشا كمانا تفاتت بأجواء مميزة خاصة المكياج كانت كل ييتو من المجوهرات نرجع منفوت عند شانيل شانيل كانت أجواء البينك من البلوش للآي شادو جون باتيستا فالي كان الأجواء الآي لاشيز مركز على الفوليوم من الرموش بطريقة مميزة أما عند ألسا سكابيريلي هون منلاحظ أجواء المون ستايل نرجع عند ديار كان الأجواء كتير صوفت ونعمة عن جوجة حبيقه فات بأجواء الستينات الأجواء العربية يلي كمانا كانت كتير حلوة غير إنو كان المكياج مميز كمانا تصريحات الشعير نرجع هوني عند فندي واقلي صعب كان التركيز على كلمرس بيوتي يلي هي الجمال الطبيعي بطريقة كتير حلوة وبالآخر باختماء عن فالنتينو يلي كان للوجه كلها ييته طبيعي بس كان التركيز على الشفاف الفمبي لبس بسام شو رأيك بهالعروض يلي صارت بي بريس ونقيل العروض يلي لقيتن مختلفين خاصة ما تجي للميك أب هلأ السنة ما في شك إنو بات ميغراث بدعت بي كتير مرجيلا مع أحد جون جاليانو يعني كانت أصلا هي شيز كوين يعني شيز نورتس شيز ريال أرتتس وشيز ترينستر بطوي كلنا كلنا كميك أب آرتست ولوك أب تو هر كان ايكونيك يعني ما بrintقل كان فيه شيء أقوى منه هيده السنة مش بس بالعيون بدي كمان بالسكن اللي كانت عملته وكأنه حتى ليتكس هي فعلا كانت هو مثل مستحضر هيدا بيعملوا بالإيربراش فيها تحط الفاونديشن برجع بتعملي بالأير براش فوق الفاونديشن لو يعطي هيدا الافيه لي كأنه ليتكس سرامك and then بيتأشر هيك كأنك عم بتأشري اه واو ايا سياس بيتأشر ما قولي يصير ترنينج وصير نحطه النظار فيه اه صار ترنينج لا نحطه النظار فيه اكيد صعبة بعتقد لا بيضال فيه نايس هيك شوي اكسانترك او كتير اكسانترك بس صار الترنينج يعني ما فيه ميكب ارتست اه ما عملوا على تيك توك وعلى انستغرام every literally everybody recreated هيدا اللوك يلي عملته وشي ناس استعملوا اه للجل اللاتكس عادة للتبع الوش خلطوه مع ماي وحطوه اللي استعمل عن جد المزبوط اللي من البراندي اللي بتعمل هيدا البروداكت يعني كتير كتير ميكب ارتست عملوه وان ديس وز ريلي ايكونيك وخلاص من بعضه ما كان فيه شي يقدر يبين صراح عن جد على فكرة اذا بتفوت يعني اول شي اصلا وكمان مارتين ماجيلا كان اخر عرض بالكوتير ويك مية بالمية وهي اكتر عرض اخذ من وراء يعني ما انه مساعدة تطلع يعني كان كتير اكسانترك وميلي تييب كل اييده بس كلنا كلنا هيك انه شو هالشي جون غاليانو بدع كمانا بس the star of the show كان الميكب صراحة مية بالمية جورج حبايا كان بعقد وكان كمان اللحظ انه انا عامل الميكب للبرايت والموسيقى انا لما عبت انه كلنا هيكتو مش معمول اكزاكي كمان الحمدلله اخذت سيكسة كتير كبيرة كمان اتواس تراندنج على مش قد بات ماغرات بس انه كمان اتواس تراندنج مضال حدا ما جورج بعد العروس 되어 هذا صريحة الوقاف لأنه كل الميكب فيم كان كسسرة الفستان merger بلاما كمان كان كتير كتير حلو وكثير شوز جيون باتيستا فالي كانوا مثل فاذر لاشز بس على الطرف وكثير عالين هون اوكي ويأجري انو الحط هايك العجز لانو البربس هو اديتوريال هو كات ووك هو مودلز عم بيلبسوا هيدول الميكب سو ياس كان كل شي كتير حلو بس اجاناً the most iconic كانت بات ماغرات مع ميزون مارجيلا طب بس هم مثلاً بنرجع شوي لورا كبيرنا بحب أنا هيك فوت بدأ هيك باكتو the future هو وباكتو the to the past مين الميكب artist ممكن يا أما شخصية أثرت ببسام يلي خلته غير انو الدراسة حواليك وسفرت وشفت شو هن هيكي اللي هيك عطول انو he's my muse or she's my muse بالليت ناينتيز ما كانت فينا نعمل research ما كنا نعارف مثلاً مين بيعمل لفلانة او مين بيعمل لهيدي الستار كنا نشري مجليت مجليت وكتب انا مشي عندي مجليت 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 لأيكونيك امريكين ميكب artist معروف كتير لألنا أتليست اسمو كافين أوكوان يلي هو عامل كتاب اسمو كتاب بين ايدي كان فيه document اسمو اول كتاب عملو اسمو making faces هذا كان هو ميكب artist من الناينتيز للتوب موديل سبع الناينتيز كان عن جد يعمل متامورفوس كان الايكون لألي ولكل الميكب artist يلي منجي من هذا الوقت واللي كان عن جد عنده اطلاع ويعمل research بس research كان physical research مانيوال يعني كنا نشتري مجليت الاجنبية لما نسافة يا مروح على the libraries absolutely نشتري كتب ها شوفت اشتري كتب فكامين أوكوان كان كتير كان كتير inspiration big inspiration لألي كان ساحر يعني كنت قول oh my god I wish one day فينا اقدر اعمل هيك نوع make up يلي هو بيعملو للأسف هو توفى بكير يعني بس انه هي وزريلة حيكاني مثل ما بيقوله احتاك البصمة طبعيته عبيلي اقول كمان شغلي ليش بس بنا نحكي عن عن ال international كمان كنت I really used to look up لسعيد وهبي لانه انا اول ما بلشت سعيد وهبي كان بالنسبة لي بعده بالبيك بعده انسان he's a big artist بس انا as a really very young makeup artist يعني like literally بأول أول عمري وهو كان عزه عم بيعسه مزبوط 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 كنا نسمع اي كان منسبة لي كمان كنت واو I really used to look up to him وبحبه كتير له هلا هيك مرة شفته بس 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 ولا we never met يعني وحكينا هيك بس كمان يعني الواحد لازم يحكي على ال course artists العرب اللبنانية يكمان كانوا عن جد حقนะคะ حق بين اي ذهبية بحيات بي students too long anmahe Neixna parece l mouda منعجمين في عالم الجليل جمال المودة بكل تواضع بعدنا لحد اليوم أنا برجع كمان فاتحين كل شيء وكل العالم صار صار ون ويرد جمال بس بحس نحنا لأنه الموجودة بقلب البلد هيدا بيعطيك روح لأن بعرف كتير ناس عم بيوصلوا لمحالات وما سافروا بحياتهم من لبنان ما تركوا بحس المناق والبيئة كل شيء الناس الناس قد ما بتحب الحياة كله بيأثر لأنه الواحد يبدع عشانك نحنا بيونير بكل شيء كتير بينا نرح طيب بسام شو مشاريع بسام يعني أنا دايما في صفرات خاصة بهيدا الموسم هلا بالصيف يعني بيكون عندي كتير برات لبنان بيكون عندي كتير بالخليج كتير بأوروبا بعدين بأول موسم الصيف بقعد تقريبا كل الصيف ببيروت لأنه لأنه بيكون الموسم بلبنان كتير عالي يعني كتير 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 مية بالمية وكل شي بيوصل لمحل لازم ترجع بل شي فيه عن جديد يعطيك موتيفيشن أكتر أكتر وبعد شغلي كمانا أبدا نقول باي لك اللي عم يتسمع العينة ويشوفونا شو التب يلي بتحب تعطيه للكلميز الجديدي يلي بدون يعملوا ميكب وثو للسيدات والرجال كيف يحافظوا على جميله الطبيعي هلا بالنسبة للي تبقوا لالجميع الناس من ميكب الناس أهم ما تبقوا لأنه اتبقوا لك اتبقوا لك اتبقوا لك اتبقوا لك اتبقوا لك الحدث للإنسان كتير مهم له هو وين بدو يوصل أكيد يمكنك تبقى و تبقى كتير بس تحبك تبقوا لك كتير بس تبقوا لك 100% التبقوا لك وحب الناس وحب الآخرين وحب الآخرين وهالجينيريشن لا يمكنهم هلالنس لالناس بتعرفت التب الجمالية الوحيدة اللي فينا هيك وحدة هو أنه حتموا بصحتكم مية بالمية حتموا بصحتكم حتموا بشكلكم حبوا حالكم لأنه بحسي حالك حلوي لأنه هيدا الشعور إذا أنت بتحسيه من جوا بتشوفي سيداتي يمكن ما بيتمتعوا بالمعنى التقليدي للجمال معنى أنا ضد ما في شيء اسمه شيء أنه تقليدي أنه هيدا هي تشيكليست لحتى تكون حلوة إذا تعمل هيك بس من وراء شخصيتهم من وراء حبهم لحالهم وحبهم للحياة حبهم للحياة من وراء ثقتهم بحالهم من وراء إيجابييتهم تجب ريك تشوفيها حلوة فالجمال منه ستيريوتايب الجمال شوي من كل شيء بصوتك أنتو عم تحكي في جمال بالنظافة في جمال بكيف تهتم بحالك بكيف تمشي بكيف تتعاطي مع الناس هيدا القبول الجمال بالنسبة اللي هو القبول إنو الناس يكون عندك قبول عند الناس ما في تعميم للشكل أو للجمال فلازم كل إنسان عن جد يحب حاله من جوا هيدا شي دفنت لي رح يعكس لبره عن جد وكل شي بيصير كتير حلو شكرا جزيلا بسام شكرا جزيلا بسام شكرا جزيلا بسام عن جد وأخيرا عملت نستالجية عن جد عن جد للعصر الدهبي طبع لبنان إن شاء الله بيرجع عن جد هيا بعدنا 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 بعدنا